اشتركوا في القناة اولادي ويجوزتهم بعد ما رجعت واستقريت اولادي طردوني من البيت لا حاول ولا قوة إلا بالله وطلبوا مني اني اطلق ام اولادي للعلم كلهم بنات متجزوجات ام اولادي يبدو ان هم مش عارف بقى يعني وكانهم متجوز تاني يعني ام اولادي دي اه مش اموهم بقى للعلم كلهم بنات متزوجات وانا غاضب عليهم وانا الان لوحدي ساكن في غرفة هل يجوز لي هل يجوز لهم عمل عمرة وانا زعلان منهم سؤال مركب شوي او خلينا نقول هل يجوز انهم عملوه معاك ده لا ما يجوز بس هو في الحقيقة انت علمتهم وساعدتهم وربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب من الساعة اللي هم كانوا فيها ورجعت استقريت مشكلة في مسألة الرجوع بعد الاستقرار على فكرة بعد طول الغربة فيها مشكلة انا دلوقتي بتكلم على مسألة التحليل قبل ما تكلم على مسألة الحكم الشرعي انت لما بتقعد فترة طويلة في الغربة لما بتيجي بتيجي بتحاول تسترد دورك كأب في حياة اولادك للأسف ممكن كتير في اوقات كتيرة بيبقى فات المعاد مش فات المعاد بمعنى ان انت جاي عايز تكلم اولادك على انك انت اولادك للي سبتهم من 30 سنة بس هم مش اولادك للي سبتهم من 30 سنة ده هم دلوقتي مأموا من هم يتحولوا الى اصحابك ولذلك سيدنا الامام علي كان بيعلمنا ان احنا الرب اولادنا لغير زماننا فمعنى ذلك ان ايه وهو ده المعنى اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا بعد العاشرة خلاص الاولاد بقوا كبار وبعد كده بعد ما يبلغوا خلاص فلذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدمننا نموذج مهم جدا جدا مع سيدنا انس بن مالك ايه اللي حاصل بيقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا شيء انتركته لما تركته يبقى احنا لازم نفهم ان اولادنا لما بيكبرهم مش هينفع ان احنا نتعامل معهم زي الاطفال طب انا بقول كده لي عشان ابرل ليهم ان هما تجاوزوا واخدوا المال وطردوك من البيت لا هذا لا غير جائز بس هو في جزء كده انا مش فهمه ان هما طلبوا منك ان انت تطلق ام اولادك اكيد مش طلبوا منك ان انت تطلق والدتهم لانت ممكن في جزء في السؤال ده ان هما والدتك انت طلقت والدتهم او ان حصل اي اي شيء فحصل كده فهم ايه اللي حاصل وكأنهم عندهم خلاف عن نمط حياتك او طريق حياتك فهم اعلنوا رفضهم لده فانت بتقول ان هما طردوني من البيت من البيت اللي انت عملت ايه اللي سكنت كل واحد فيه في شقة ونمط حياتك مش متوافق مع نمط حياته فقالولك احنا مش قادرين وانت بتقول ان كل واحدة فيه متجوزة وان انت عملت بنات البيت ديت وديتهم شقة ديت لكل واحد شقة لان مش متوقع ان انت بعد ما تديهم الشقة ده يترضوك اما انهم لو عملوا كده وجحدوا فان والعزب الله ده كبيرة يعني لوما لو اساءوا ليك وترضوك بعد جحودا بعد ما انت ربنا سبحانه وتعالى جعلك سببا من اسباب التوسع عليهم فده جحود وده والعزب الله من اشد الاشياء اللي تمحق البركة وهو عقوق الوالدين وعقوق الوالدين مش بس عقوق الزوجة مش عقوق الام بس ده عقوق الاب كمان فاللي عملوا معك ده لو كان ده جحود ولا عزب الله يبقى ده من قبيل عقوق الوالدين ونزاك دوت من الكبائر لكن هي المسألة كلها اذا كنت انت زي ما قلت انا في الحالة الاولى يبقى انت محتاج ان انت تراجع نفسك شوي بتقول لي هل يجوز ان هم بقى يعملوا عمرة وانا زعلان منهم حسب هم طبعا على كل حال عمرتهم لن تكون باطلة لكن انت بتسألني هل ينفع ان الاولاد اللي راحين يعملوا عمرة يعملوا تكون اخلاقهم دي لو هم جاحدين ماينفعش كده ولذلك انا بقول لهم روحوا اعملوا عمرة وطلبوا من الله انه يغفر لكم ويغير قلوبكم عشان تحن على ابوكم فانت بتقول لي لو هم عمروا عمرة عمرتهم ما تكون صحيحة هتكون صحيح بس هم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى ويقبلوا على الله ويطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يشرح صدرهم عشان يكونوا ناس برين بك لكن ما ننعمش من عمرة لجاز العمرة دي تخليهم ترقى قلوبهم عليك السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول لو سمحت انا كنت عايزة اسأل حضرتك انا متجوزة من 15 سنة زوجي راجل طيب وخلوق وابن أصول وانا بحبه ولكن لا ينجب ورضيت بقضاء الله وقدري هل ربنا هيجزيني على صبري معاه ولا لا ولا انا متوكلة ارجو الرد جزاك الله خير ابدا انما يوفى الصابرون عجرهم بغير حساب بالعكس انت صابر او ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السواب العظيم ويكتب لك سوابين سواب الصبر على انك انت صبرت على انك انت ما تكونيش ام الاولاد وعلى فكرة في حلول تانية انا اقول لك حلول بعد مجاوبك على سؤال يبقى انت اول حاجة صبرك على انك انت صبرت ان انت على هذا القدر العمر التاني والمهم بقى ان ربنا هيسيبك على انك انت طيبت خطر جوزك وما كسرتش خطره على فكرة نفس الكلام ده هقول للزوجة اللي وسألني على الزوجة عشان بس ما يقولوش انت ليه بتقول الكلام ده للزوجة بس انا بقول الكلام ده للزوجة طيب وفي حلول تانية حلول الكفالة ان انت ممكن تكفله وحل الكفالة ده وتعي خليك في نفس الوقت تشعوري بكثير من مشاعر الامومة وخاصة لو قمت بيرضاع عز الطفل فيحصل لك الكلام ده وتو كده يكون عندك بعض مشاعر الايه بعض مشاعر الامومة يبقى انت ربنا هيسيبك ويكتب لك الساب الحسن مرتين مرة عشان الصبر ومرة كمان عشان جبر الخطر لزوجك اللي انت جبرت بخطر والامر التاني في حل تاني ايه هو الحل ان انت ممكن تكفله طفل وكفالتك للطفل ده هتقود عليك بخير كتير جدا 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 عليك ان انت تقنع زوجك ده وعرف ان انت لو كفالت الطفل ده كمان زوجك وانت وزوجك هتدخله في حديث الرسول اللي عليه الصلاة انا وكافر اليتين كهتين في الجن فان شاء الله ربنا يكتب لك الساب وتكوني في خير حال السؤال اللي بعد كده بيقولها هل يجوز لمسلم ان يتزوج واحدة من غير اهل الكتاب لا لا يجوز لاحد لا يجوز لمسلم ان يتزوج من غير اهل الكتاب لان الله سبحانه وتعالى ابان ان المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هم الذين يجوز ان نتزوج منهن فغير اهل الكتاب لا يجوز ان يتزوج المسلم من غير اهل الكتاب اهل الكتاب يعني مين اهل الكتاب يعني من لهم كتاب سموي اللي هو اخوانا المسيحيين وكمان اليهود هم دول أهل الكتاب اللي لهم كتاب سماوي مقصود بأهل الكتاب فمن كان لهم كتاب سماوي وهم الموجودين قدامنا دلوقتي هم المسيحيين وكمان أيضا اليهود لو أني ظهر أن حد كان بيجينا سؤال زمان كده يسألون كده لو حد مثلا ثبت أنه عنده كتاب سماوي وإحنا ما نعرفوش مثلا هو تابع لهذا الكتاب السماوي وهل يكون من أهل الكتاب؟ نعم سيكون من أهل الكتاب بس لما يكون في أثبت أن هذا الكتاب الذي عنده ويعبد الله عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى إذن أهل الكتاب هم الذين يجوز أن يتزوج المسلم منهم لكن غير أهل الكتاب من اللي عندهم أديان وضعية لا يجوز أن يتزوج منهم المسلم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم عندي سؤال ويريد تجاوبني أنا بصلي وقرأ قرآن وبصلي قيام الليل وبصلي صلاة التسبيح الحمد لله بس في ناس حواليا بيقولوا لي أن ربنا مش بيحبني علشان أنا مش بتتبع بتعب ومش بروح للدكتور خالص ممكن في السنة مرة يجيني دور برد بيقولوا لي اللي ربنا بيحبه بيمرض علشان ربنا بيغفر لو تعب إيه اللي حاصل بيقولوا إيه؟ إني أنا مش بتعب ومش بروح للدكتور خالص وممكن في السنة بيقولوا إيه إنت عشان ربنا بيحبك وكانهم فهم مغلوط لقوله صلى الله عليه وسلم أشد للناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فقالوا له أنت لو ربنا بيحبك لازم تتقدر حياتك طبوا ليه؟ حضرت النبي نفسه قال ولكن عافيتك أوسع لي يعني حضرت النبي كان بيطلب العافية اللي عايش في العافية عايش في نعمة والناس في الترقي إلى الله سبحانه وتعالى أنواع منهم شخص يصبر ومنهم شخص يشكر يبقى أسأله سيدنا الإمام علي أيوما أحب إليك أن تشكر الله على الماء البارد يعني هو بيكلم في الحار على الماء البارد قال أن تشكر الله على الماء الحار قال بلأ أشكر الله على الماء البارد وكأنه عايز يقول أنه لما يشكر ربنا على النعمة أن الشكر يخرج من كل جزء من أجزاء جسده ويخرج من قلبه ومن كامل قلبه ولذلك الشخص الذي ربنا سبحانه وتعالى نعمه وكتب له أنه يكون في هذه الحالة المرضية ده فضله ونعمة من الله ولذلك إلا حاصل المتصور الذي فهم قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيد أنكم أن الإنسان اللي في النعمة لو أنه شكر الله يزيد الله عليه النعمة وهذا لا يكون دليلاً إلا على أن الله سبحانه وتعالى يتودد إليه وأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقربه ولعل هذا أحد تفسيرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مروع الرب العزة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لو أعطيناه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دايماً من أهل العافية ومن أهل النعمة يا رب العالمين أكرمنا على الدوام أن تجعل مقصودنا هو رضاك وأن تجعل مقصودنا هو محبتك اجعلنا من أهل العبادة ومن أهل العمران ومن أهل التسكية فاجعلنا دائماً ننظر إليك ونشكر نعمتك ونعيش في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين أكرمنا بذوق شهد معياتك وقربك على الدوام يا أكرم الأكرمين